صدمة عاشها الشارع الجزائري عقب بث تلفزيون النهار لهاته المشاهد المؤلمة للإنسان راشيد بوزغوب من ولاية ميلا ها هو يحول أخيرا نحو مستشفى وادي العثمانية على متن سيارة إسعاف الحماية المدنية ومرافقة مصالح النشاط الاجتماعي بصلاة القاضية البارحة مرت في القناة النهار معي تسيد الوالي قمنا لجنة في مصالح الضائرة والبلدية إضافة إلى مسحنا والخلية الجوارية والحماية المدنية نقلنا إلى عين المكان وعيننا للحالة وحلاحظنا بأن هذا الشخص يعاني من الترابات العقلية وبالتالي تم نقله إلى المركز الشفائي لوادي العثمانية رغم حالته التي كان يعيشها غير أنه كان مسالما فأحبه الجميع بمشتة بودماغ ببلدية القرارمقوقا فأصبح واحدا منهم لتتجه حالته الصحية والاجتماعية نحو الخلاص إن شاء الله كتر خير النهار اللي وصلت الميصاج للسلطات المسؤولة المير ما فيها يعني الناس كامل سمعت به وجو يعني الناس كامل بالميصاج هذا اللي وصلهم تما كي جات النهار البارح السماج جو المسؤولين جو اليوم الصباح نظفنا هنا الصباح دوشنا المهم نظفناه وعبوا المسؤولين وإن شاء الله نتمنى ولو ربو جعلوا شفاء إن شاء الله يا ربي وبرك الله فيكم كانت هنا آخر ليلة قضاها رشيد بهذا المكان الذي لا يصلح لأي شيء غير أن إرادة فعل الخير ومساعدة الناس والمشاركة فيها تبقي على استمرار الحياة ترجمة نانسي قنقر